اشتركوا في القناة وباباً مصر الذي انخسرنا فيه على المعتدي وإن مدينة شهارة من أهم المدن السياحية في بلادي حيث يتوافد إليه الصواح من أوروبا باستمرار ويقولون إنهم يعتبرون هذه المدينة من عرق وأجمال المدن اليمنية للأتباب التالية أولاً هواوها الرعاة النقلي وجمالها الطبيعي وارتفاعها المتناحي ثانياً جسرها العظيم الآثري الذي يربط الجبلين من الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي بطريقة فنية أذهلت كل السواح عندما يرون كيف استضاع الإنسان اليمني بذكائه الفطري أن يربط بهذا الجسر شطر المدينة شهارة قبل أن توجد الإمكانات الحديثة ووسائل العصر المثيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر